السلام عليكم ورحمة الله نيز الله عز وجل في غزوة أحد بين المؤمنين صادق الإيمان وبين غيرهم من ضعيف الإيمان والمنافقين وأنزل قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وأن نعاسا يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أن نعاسا يرشى طائفة منكم وذاك من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين المخلصين وإحسانه إليهم ودعونا نستشعر إحساس المؤمنين المخلصين من هم وغم وخوف وفزع فبدل الله عز وجل ذلك بطمأنينة وراحة وثقة في وعد الله وأنزل عليهم النعاس ومعنى النعاس الفتور الذي يصيب الإنسان في أول النوم والذي يزيل عن الإنسان بعض المتاعب ولا يصل لدرجة النوم العميق ووصف لنا الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله عنه ذاك النعاس فقال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه لا شك أن تلك معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة ازدادوا إيمانا مع إيمانهم وازدادوا ثقة ويقين في وعد الله عز وجل لهم بالنصر طيب يا ترى هل هناك فرق بين الأمن والأمنة الأمن هو الشعور بالطمأنينة مع زوال أسباب الخوف أما الأمنة فهو الشعور بالطمأنينة مع بقاء أسباب الخوف ألم يكن ذلك أول مرة بل حدث من قبل في يوم بدر قال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان وبكده نكون فهمنا المقصود من قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المخلصين وإحسانه أن ألقى في قلوبهم من بعد ما نزل بها من هم وغم وخوف وفزع طمأنينة وثق في وعد الله أكان من أثر ذلك نعاس غشي طائفة منهم وهم أهل الإخلاص واليقين ولكن ماذا عن الباقين ماذا عن ضعاف الإيمان والمنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظنهم وطائفة أخرى من ضعيف الإيمان والمنافقين لم ينزل عليهم من النعاس شيء بل بقوا في قلقهم وحسرتهم وما يميز تلك الطائفة أنها تدور حول ذاتها لا يهمها إلا نفسها وما تتحصل عليه من مكاسب ومغانم تلك الطائفة فرحت بالنصر والغنيمة في أول الأمر فلما تبدلت الأحوال انكشف أمرهم ولم يهمهم إلا خلاص أنفسهم وليتهم اكتفوا بذلك بل أساء الظن بربهم وبدين الإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وظن أن الله لا يتم أمر رسوله وأن الإسلام لن تقوم له قائمة يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقول بعضهم لبعض هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال وكأنك تراهم نادمين على خروجهم مع المسلمين في غزوة أحد والاستفهام هنا استفهام إنكاري بمعنى النف وكأنهم يقولون ليس لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله كلهم أيها الرسول الكريم إن الأمر كله لله فالله عز وجل هو من قدر خروجكم وما حدث لكم ودعونا نتطرك الآن لمسألة في غاية الأهمية كلنا بالطبع نعرف أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وماذا والقدر خيره وشره يعني لابد من الإيمان بالقدر خيره وشره فالواجب على كل مؤمن أن يباشر الأسباب ويأخذ بجميع الأسباب الممكنة التي شرعها الله عز وجل وأن يصبر على ما أصابه وأن يوقن بأن ما أصابه هو بتقدير الله وحكمته وإرادته وأن العاقبة مهما طال الزمن للمتقين ودعونا نتعرف أكثر على تلك الطائفة من ضعيف الإيمان والمنافقين يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك وهم يخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحصرة على خروجهم للقتال ولم يكتفوا بذلك بل صرحوا بألسنتهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا من الذي قال ذلك قال الزبير رضي الله عنه وأرضاه والله إني لأسمع قول معتب ابن كشير وأن عاس يخشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا طبعا كلمة عظيمة لأنها تدل على معاني جسيمة ففيها إنكار وتكذيب بقدر الله عز وجل وفيها تسفيه لرأي الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه بالخروج للقتال في غزوة أحد وفيها أيضا تسكية منهم لأنفسهم ولو سمحتولي أتطرق قليلا لشخصية معتب ابن كشير المثيرة للجدل نبدأ أولا بمناقب معتب ابن كشير معتب ابن كشير من يثرب حضر غزوة بدر حضر بيعة الشجرة لكن في مقابل ذلك كان له من الأفعال المنقرة فهو أحد مؤسسي مسجد الضرار أكان من ضمن المتخلفين عن غزوة تبوك دون عذر ودخل من باب معتب ابن كشير الكثير ممن يريدون النيل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون انظروا إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يفعلون من مانع يكون معظم الصحابة كمعتب ابن كشير والإجابة ببساطة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن الصحابة جميعا بشر قد يخطئون أحيانا وأن باب التوبة مفتوح للجميع حتى يموتوا ونرجو من الله عز وجل أن يكون قد تاب توبة النصوحة قبل الموت قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لهم أيها النبي إن الآجال بيد الله تعالى ولو كنتم في بيوتكم وقدر الله أنكم تموتون لخرج الذين كتب الله عليهم الموت إلى حيث يقتلون ومهما أوتيتم من أسباب لن تستطيعوا التغلب على قدر الله عز وجل فمن قدر الله له أن يعيش عاش ومن قدر الله له أن يقتل قتل ودعونا نتأمل قليلا في اسلوب الالتفات من المخاطب إلى الغائب بدأ الله عز وجل قوله تعالى بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليس إلى مضاجعكم وذلك بالتأكيد لعدم الاكتراث بهم والتقليل من شأنهم وليبتلي الله ما في صدوركم وما جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق وضعف الإيمان وليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال وما دمنا على قيد الحياة فنحن جميعا في ابتلاء وفي اختبار وامتحان مع الله دائما فتيقذ وكن على حذر وليمحص ما في قلوبكم وليطهر ما في قلوبكم أيها المؤمنون من وساوس الشيطان والله عليم بذات الصدور والله عليم بما في صدور خلقه لا يخفى عليه شيء من أمورهم جزاكم الله خيرا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر